مجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ولواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الاجتماع تناول متابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس وكذلك مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والجهود المشتركة بينهما فيما يخص تطوير المحور الاقتصادي للقناة وقد اطلع سيد الرئيس في هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس حيث استرد الفريق أسامة ربيع مجمل مؤشرات ناشاط القناة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن بما فيها العوائد وأعداد السفن العابرة وحجم البضائع والحمولات والتي حققت معدلات زيادة ملحوظة مقارنة بنفس الفترة عن العام الماضي وكذلك ارتفاع في الإيرادات كما عرض سيد رئيس هيئة قناة السويس جهود دعم القدرات وتطوير الكوادر البشرية فضلا عن محاور تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملحي لقناة السويس بالإضافة إلى جهود الهيئة لتطوير أسطولها البحري وما يضمه من قاطرات وكركات وكذا جهود الهيئة للتكريك خاصة تطوير واستعادة كفاءة بحيرات المنزلة والبردويل ومريوط وقد وجه سيد رئيس في هذا الصدد بالاستمرار في مشروعات الهيئة في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير قناة السويس ومجرها الملحي وكافة مرافقها وذلك لتعزيز تنافسية والمكان المنفرد للقناة على مستوى حركة التجارات العالمية أضف المتحدث الرسمي أن المهندس محمد يحيى زكي عرض الموقف المالي والبيانات التفصيلية للاستثمارات المستقبلية المخططة تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما فيها المناطق الصناعية المختلفة خاصة ما يتعلق بمستجدات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية وجهود التعاون المشترك في هذا الإطار مع الجانب الروسي وكذلك الاستثمارات والمشروعات المقترحة والتي يتم التعاقد عليها مع كبرى تحالفات الشركات الصناعية العالمية بما فيها صناعة السيارات وإنشاء المحطات اللوجستية متعددة الأغراض لتدول الحبوب والغلال والحاويات والمصانع الخاصة بمعدات وعربات السكك الحديد ووسائل النقل ومجمعات التكرير والبيترو كيمويات وتصنيع الإطارات والتي ستعود بالعديد من الفوائد الاقتصادية على الدولة وتساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتفتح أفاق استثمارية جديدة وتعزز من استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وامتلاك القدرة التكنولوجية كما عرض السيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس جهود زيادة حركة الصادرات المصرية للخارج من خلال سلسلة الموانئ الجديدة خاصة ميناء شرق بورسعيد فضلا عن نشاط وحركة مختلف الموانئ في نطاق الهيئة الاقتصادية مثل موانئ السخنة والأدبية وبورسعيد والطور وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتركيز الأهداف الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تعظيم الفرص الاستثمارية بها وتوطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية مع التركيز على ضغط مدد التنفيذ الخاصة بإنشاء المناطق الصناعية فضلا عن إلاء أهمية متزايدة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر والصناعات المغذية لها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك موكبة لتطور العالمي في صناعة السيارات الكهربائية وتنامي الاعتماد عليها وفي إطار خطة الدولة لتعظيم الاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال إنتاج المركبات التي تعمل بالكهرباء وتلبية لاحتياجات السوق المصري في هذا الصدد